يقضي ينجينخوا موسم الحصاد في قطف الطماطم الكرازية في مزرعته يزرع معظم المزارعون في القرى المجاورة هذه الفاكهة الشعبية مما يجعل من هذه البلدة الصغيرة قاعدة إنتاج معروفة للمحصول إلى جانب الطماطم الكرازية يوجد في كل بلدية تقريبا في مدينة شوكوانغ صناعة خضروات من نوع ما مدينة شوكوانغ في مقاطعة شاندونغ الصينية هي موطن أكبر سوق لإنتاج الخضروات وبيعها بالجملة في الصين ومنذ عام 2010 بدأت في جذب الموهوبين وزيادة الاستثمار وتعزيز البحث والتطوير في بذور الخضروات ومنذ ذلك الحين حققت عددا من الإنجازات المهمة ويعد الترويج الناجح للبذور المحلية أمرا أساسيا لجودتها الشاملة وقد جلب ذلك أيضا الثناء والاعتراف من المزارعين بدأت زراعة الطماطم الكرازية في عام 2013 في بداية استخدمت بذور مستوردة بشكل أساسي ومنذ حوالي عام 2020 استخدمت بذور محلية بدلا من بذور مستوردة تعمل بذور محلية بشكل أفضل من معظم بذور مستوردة من حيث مقومتها لأمراض وكذلك من ناهية محصول وجودة كما أن أسعارها معقولة حاليا توجد 15 شركة لتربية الخضروات في شوغوانغ وقد طورت بشكل مستقل أكثر من 200 نوع من البذور ويقول الخبراء إن هذا النجاح يرجع إلى سنوات من ممارسة التربية وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة الخطوة الأولى في عملية التكاثر هي زرع البذور التي نجمعها وتربية الشتلات في البيوت المحمية نحن بحاجة للاختيار البذور التي تتمتع بمقاومة قوية للأمراض والمحصول الوفير والنوعية الجيدة بعد ذلك يتم التهجين عن طريق اختيار البذور التي تعمل بشكل جيد وأثناء التكاثر المتبادل يتم استخدام الألف من المجموعات بعد ذلك نختار بعض المجموعات عالية الجودة لمواصلة الاختبار من خلال استخدام التكنولوجيا تم تحسين كفاءة التربية وتسريعها مما يسمح للأصناف عالية الجودة بالدخول إلى السوق بشكل أسرع وباعتبارها رائدة في مجال زراعة الخضروات في الصين تركز شوغوانج جهودها الآن على حل التحديات والتغلب على أوجه القصور دعم السياسات وعدد المواهب في ازدياد مستمر حيث يخطو كلاهما معا في خطوات واسعة نحو هدف بناء ما يسميه البعض بوادي السيليكون الخاص بتطوير بذور الخضروات في الصين